نرى أنا في المطعم قناة العداف تنقلت إلى مقر إقامة نادي تحت بالعباس عادت لكم مشاهدين الأفاضل بهذه الصور الصادمة إضافة إلى صرخة بعض اللاعبين الذين اشتكوا الإهمال والوضعية المزرية التي يعيشونها في هذا الفريق بدون رواتب بدون أدنى شروط الحياة بدون تدهور حالة هذه المرافقة علي بن شيخ واش تقدر تقولنا على هذه الصور نحن نقول لك هذا هو الاحتراف الجزائري ما عندي ما نقول على هذا الشي تصوري هضرو براحل شوف يا سيردوان نظر نقول لك بللي لازم تدخل الدولة بسك الأموال كبيرة يمدوا بزاف درهم اللي كلاب قلت لك بالعباس كانوا يأخذوا درهم ما نشعبش حالمي كانوا يأخذوا اليوم ما كاش غلق الروبيني شوفوا اللي حقت تأخذ المسيو المسيو لما نشخيف نغلط تصلحني لي قال لك كل جوار وينيبات واحد في رجزان واندالب عمراني صح رانا نقول لك بلي قديت درهم ما قديت حتى حاجة و تدير سبور دو بيرفورمانس قل 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 في الشركات بصح انت رك في 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 بلعب باس ميتال رك شهار تلحق كنز مليون وفين مليون ما شعف يديروا عن صالير وعندك بون روترت والكلب اللي ترونكين من باب تعليزان فراصري كتير مدة خمس سنوات ولا ومبعد ولا حبو يروحوا الاحتراف ماشي هادا يا تاع الكاريتي كي ما راح ولا تيركي وما نقولش اليوروبا نقول كي ما راح ولا تيركي برك ولا تيركي باك ما نقولوش قاطر لانما صغار وعندهم دراهم بزعين فهمني قضية اموال ما كاش حاجة اخرى انت كتشوف كلاباك شو عندهم وينيبات وكذا على شرح فيها ما كاش دراهم ما كاش تسير بل لازم يفوت لارجون ما كاش ويفوت ريفورمي لفوتبول ويفوت ريفورمي لفوتبول